السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي تحية كبيرة لكم لاجئون سوريون وفلسطينيون في سجن زوارة بليبيا يطلقون نداء استغازة لإنقاذهم أطلق لاجئون سوريين وفلسطينيون محتجزين في سجن ميناء زوارة الليبي نداءات استغازة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان يوجد أكثر من 112 لاجئ سوري بينهم فلسطينيون و18 امرأة محتجزون في ظروف قاسية اللاجئون يعانون من الجوع والعطش الشديدين وتدهور مستمر في أوضاعهم الإنسانية اعتقل اللاجئون أسناء محاوزة من الهجرة بحرى من ليبيا إلى أوروبا يتعرض المحتجزون لانتهاكات متكررة في ظل غياب الرعاية الصحية وسوء التغذية ووفق ما ذكرت مجموعة العام من أجل فلسطيني سوريا فأن اللاجئين في سجن من أزوار الليبي يعانون من الجوع والعطش الشديدين وأوضاعهم الإنسانية في تدهور مستمر ونقلت المجموعة عن مصادر من داخل السجن تأكيدها أن أكثر من 112 لاجئ سوري بينهم فلسطينيون و18 امرأة يعيشون في ظروف قاسية وذكر المظر أن اللاجئين يتعرضون الانتهاكات متكررة داخل السجن في ظل انعدام الرعاية الصحية وسوء التغذية وفي وقت سابق نشر تجمع حرار حوران مقاطع فيدي وصورا من داخل سجن ميناء زوارا في ليبيا توسق معاناة المهاجرين السوريين الذين تم اعتقالهم بعد هجوم من قبل ميليشيا مسلحة خلال محاولة الوصول إلى إيطاليا وتظهر مقاطع الفيديو تعرض المهاجرين للتعذيب فضلا على النقص الحاد في الطعام والشراب وانتشار الأمراض بين المحتجزين وبشكل خاص الجلدية مثل الجرب وأشار التجمع إلى أن السجناء في سجن زوارا يتعرضون للإهانات والضرب من قبل السجنين الذين ينتمون إلى جنسيات ليبيا وأفريقية ويعايشون في ظل تهديدات مستمرة إذا حاول المطالبة بشيء وكانت السفرة الفلسطينية في دمشق أصدرت تحذيرا سابقا للفلسطينيين المقابلين في سوريا بشأن الدخول إلى ليبيا عبر مطار بينينا معتبرة هذا الدخول غير شرعي وفقا لقوائل الهجرة الليبية مشيرة إلى أن المهاجرين الذين يدخلون البلاد بهذه الطريقة يتعرضون غالبا لفزاز من قبل عصابات الإتجار بالبشر مما يزيد من معاناتهم الهجرة عبر ليبيا تشهد ليبيا منذ سنوات موجودة هجرع غير نظامية عبر أراضيها حيث تعتبر نقطة عبور رئيسي لمهاجرين الفارين من أفريقيا والشرق الأوسط الذين يسعون للوصول إلى أوروبا وأصبحت ليبيا الذي تعاني من عدم استقرار سياسي وأمني كبير منذ سقوط نظام قزافي في عام 2011 بيئة خصبة لنشاط شبكات التهريب والإتجار بالبشر مما يجعل المهاجرين عرض للعديد من الانتهاكات والاستغلال وقالت المنظمة الدولية لهجرة أن جمالي عدد المهاجرين الذي تم اعتراضهم قبالة ليبيا منذ بداية هذا العام بلغت 2754 مهاجرا بينهم 7771 رجل و563 امرأة و284 طفل وخلال الفترة نفسها توفي 332 مهاجرا وفقد 528 آخرون وأكدت المنظمة أن المهاجرين يعيشون ظروفا إنسانية قاسية ويتعرضون لإشكال مروعة من العنف والانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز التي تعيدهم إليها قسرا جهات ليبيا غير مؤهلة للتعاون مع ملف الهجرة لكنها تؤدي دول الحارس لحدود الاتحاد الأوروبي مقابل الحصول على بعض المال والمعدات وليس كافت اشتركوا في القناة